أبو عبد العزيز سأل عن سؤال عن تطبيق معين لكن لو أخرجنا أن نأخذ الموضوع بشكل عام بحيث بالفائدة يعني التطبيقات الحديثة فيها النافع وفيها الضار السؤال فيما يتعلق بما يحدث فيها من الأمور المحرمة والتي يترتب عليها أمور مالية كذلك مشاركة فيها دعمها تكثير سواد المتابعين فيها ما حكمه الأصل هو المنع والتحريم إذا ثبت أن هذه الألعاب فيها إشكالات وفيها ألعاب أو مثوث أو تطبيقات أو أي تطبيقات أو برنامج عروض أفلام وغيرها من الأشياء إذا كانت فيها أشياء محرمة فلا يجوز عملها ولا مشاهدتها ولا دعمها ولا الدعاية من خلالها هذا هو الأصل ولكن هل لهذا الأصل استثناءات؟ الجواب نعم قد يكون له استثناءات ولكن يسأل من حيث العموم وعدم وجود الحاجة وهناك تفاصيل في الجواز فلذلك أنا لا أريد أن أجيب أكثر من حاجة السؤال الأصل والمنع والأصل وعدم الجواز ما لم تعرض هناك ضرورات أو حاجات حتى الحاجات قد يكون مما يبيه بعض الصور وبعض الأحوال فلذلك أرى أنه يسأل عن مسألته بخصوصها وما يحتاج به لهذه الأجهزة حتى تطبق عليها القواعد الفقهية المتعلقة بهذه المسألة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر